أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم مع شديد الأسف أنا محروم من زيارة الإمام موسى بن جعفر فلعل أقرأها هنا أمامكم فاستمعوا رجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآهل بيته وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار حليف السجدة الطويلة والدموع الغثيرة والمناجات الكثيرة والضراء والضراعات المتصلة ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبثل مألف البلوى والصبر والمستهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذساق المرضو بحلق القيود والجنازة المنادى عليهم ذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرثٍ مقصوب وولايٍ مسلوب وأمرٍ مغلوب ودمٍ مطلوب وسمٍ مشروب اللهم وكما صبر على غليظ المحن وتجرُّع خصص الكرم وتجرّع خصص الكرم واستسلم لرضاك وأخلص الطاعة لك ومحّض الخشوع واستشعر الخضوع وعاد البدعة وأهلها ولم يلحقه في شيءٍ من أوامرك ونواهيك لوم تلائم صلِّ عليه صلاةً ناميةً منيفة زاكية توجِب له بها شفاعة أمم من خلقه وقرونًا من براياك وبلِّغُ عنا تحيَّةً وسلامًا وآتِنا من لدنك في موالاته فضلًا وإحسانًا ومخفرةً وردوانًا إنك ذو الفضل العميم والتجاوث العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلِّ على محمد وعالي محمد